نفى المركز الأعلامي لمجلس الوزراء فرض رسوم على طلاب الجامعات الحكومية كشرط لأداء امتحانات نهاية الفصل الدراسي الثاني 2021-2022 واشدد المركز الأعلامي على أحقية كافة الطلاب للجامعات في دخول الامتحانات بدون أي رسوم موضحا أنه لا توجد أي رسوم يتحملها طلاب الجامعة خلاف البصرفات الدراسية المقررة وفقا للكلية التابعة لها الطالب ترجمة نانسي قنقر